نبينا أول ضحية للإرهاب للعلم صلى الله عليه وآله أول ضحية هو كان عنده شرف الخصومة شرف الحرب الآخرين ما عندهم كانت حربهم قذرة يتبعون أقدر الوسائل في محاربته صلى الله عليه وآله مع كل الحروب التي شنت عليه المؤرخون يذكرون تسعة وعشرين حرب شنت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من حرب إلى حرب عدد السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله فيما يتخلل هذه الحروب تراوح التقديراتها ما بين أربعين سرية إلى سبعين سرية يعني مجموع المواجهات العسكرية وما يشبهها تقريبا واصل إلى مئة في فترة عشر سنوات فقط من حكومة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شوف هذا اش قدي ولد ضغط على الأعصاب اش قدي خلي الواحد يخرج عن طورة يفتك بالناس يعاقب عقابا جماعيا لكن النبي مرتكب كل هذا ما فعل شيئا من هذا قط بل حافظ في كل حرب على منتهى النظافة حروب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنظف وأطهر حروب عرفها التاريخ الإنساني كله بشهادة غير المسلمين بشهادة غير المسلمين لا شهادة المسلمين كم عدد القتلى بالدقة كما أحصيه بشكل دقيق أكاديمي عدد القتلى من وراء هذه الحروب تصدق كم؟ شوف تقريبا مئة مواجهة عسكرية تقريبا يقول خمسمية وتسعة وثمانين قتيل من الطرفين يعني المسلمين والمشركين خمسمية وتسعة وثمانين فقط في كل هذه الحروب هذا الشيء لم يتحقق في التاريخ الإنساني كله ما صار مع كل هذه الحروب والمواجهات عشرات الألوف تواجهوا مع ذلك القتلى من الطرفين ما وصلوا ستمية هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قمة في العفو قمة في الإنسانية قمة في حفظ النفوس والأرواح والدماء هذه الحضارة التي يُفخر بها الحضارة التي عنوانها السلام وتحييتها السلام ترجمة نانسي قنقر